الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين فيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن اهمية فتح متجر على اي باي طبعا قبل ما تفتح متجر لازم تكون انت فتحت حساب على موقع اي باي وقبل ما تمتلك متجر على اي باي لازم تكون رفعت اللمت بتاعك على الاقل لحد عدد السلع اللي ممكن يقبلها المتجر يعني لو انت هتفتح متجر ستارتر اللي هو بياخد لحد مية سلع يبنت على الاقل لازم تكون رفعت لمت لستور او لمت المنتجات لحد مية على الاقل فيفضل ان انت في البداية ان انت تبدأ بالخمسين لستنج المجانية طبعا اي باي ما بيسمحش بيهم مرة واحدة هو بيديلك في الاول عشر منتجات وبعد كده لما بيلاقي ان انت بتجتهد في العمل وبتحقق مبيعات وبتشحن المنتجات وبتوصل المنتج للزبون بالتالي انت بتكتسب ثقة عند اي باي وبيرفع لك الليمت طب انت هنفترض ان انت مقدرتش تحقق مبيعات فبعد مرور الشهر بتقدر تطلب زيادة الليمت لحد ما تكمل الخمسين لستنج المجانية بعد كده تقدر باستمرار شهر بعد شهر ان انت تزود الليمت بتاعك لحد ما توصل للليمت اللي انت حابب تفتح عليه ستور بالتالي تقدر تفتح ستور طيب تعالوا بقى نتعرف على مميزات فتح ستور على موقع اي باي زي ما قلنا ان لما بتفتح اسابة على اي باي بتحصل على امكانية بيع خمسين منتج مجاني فقط في اي باي وده عدد قليل للي عنده طموح انه يكبر عمله في اي باي ويكون عمل حقيقي بجد ويكون مصدر دخل اضافي حقيقي فانت لو اكتفيت بخمسين منتج مجاني معناها من وجهة نظري انك بتضيع وقتك ومجهودك على الفاضي وكنت اتكلمت في فيديو قبل كده ان المبيعات مرتبطة بعدد المنتجات فخمسين منتج مجاني مش هيحقق لك نسبة مبيعات جيدة وتشتكي انك ما بتحققش مبيعات عشان كده لازم اذا زودت الليمت تبدأ في فتح متجر في اي باي تعالوا نتعرف على مميزات فتح متجر في اي باي واول ميزة هي التكلفة الاقل لبيع منتجات اكتر بمعنى انه لو انت اكتفيت بالخمسين منتج المجاني وحبيت تنزل منتجات اكتر بطريقة من غير ما تكون مشترك في متجر فانت كل سلعة هتكلفك تقريبا 30 سنت فلو جينا حسبنا 30 سنت في خمسين سلعة اضافية اللي هو مثلا عشان تحصل على مية منتج في حسابك في اي باي هتلاقي التكلفة تعادل 15 دولار المنطقي لو انت حتبيه مية سلعة او انت عايز تفتح متجر ويكون في مية سلعة يبقى الافضل ليك انك تفتح المتجر اللي هو الخطة الستارتر او اول متجر موجود في اي باي لانه هيكلفك اقل من انك تنزل السلعة وتتكلف 30 سنت لكل سلعة وتكلفة المتجر الستارتر تقريبا بتكون 8 دولار ده غير انك هتحصل على مزايا اضافية لما يكون عندك متجر طيب ايه هي المزايا التانية اللي هحصل عليها تاني ميزة هي الحصول على ترتيب افضل في نتائج البحث في اي باي معناه ايه؟ معناه ان انت هتسبق اصحاب السلعة اللي بيبعوها وهو لا يملك متجر في اي باي معناه كده انت عندك متجر ترتيب سلعتك حيسبق الناس اللي عندها حسابات عادية في اي باي او اللي هم بيستخدموا الخمسين لستنج المجانية فقط منظومة البحث في اي باي واللي بيطلق عليها كاسيني هتخلي منتجك يتقدم في نتائج البحث بتلاقي بالتالي هتلاحظ فرق في عدد مرات ظهور المنتج ونسبة المبيعات لان عدد الناس اللي بتشوف منتجك اكتر من انه هيتشاف لو ان انت بتستخدم الخمسين لستنج المجانية ويمكن السبب في كده ان اي باي بتعتبر الناس المشتركة في متجر مدفوع هم شركائها وبيعملوا بطريقة احترافية اكتر ولان اي باي هتحقق استفادة اكبر من اصحاب المتاجر اللي هيدفعوا اشتراكات شهرية للمتاجر ويزود عدد المبيعات بالتالي الرسوم اللي هتحصل عليها اي باي هتزيد على العكس اصحاب الليستنج المجانية اي باي ما بتحققش منهم نفس الاستفادة عشان كده زي ما شرحت هتلاقي ان منتجاتك بتحقق ترتيب افضل في نتائج البحث الميزة التالتة هي امكانية عمل كاتيجوريز واقسام مختلفة داخل المتجر بتاعك يعني انت ممكن لو انت بتبيع ملابس خاصة بالرجال ممكن تعمل قسم للامصان التشيرتات البناطيل ممكن تعمل اقسام داخل المتجر بتاعك وده بيدي طابع احترافي للبائع وطريقة عرض المنتجات في المتجر وكمان بتسهل على المشتري الوصول الى القسم او نوع المنتجات اللي بيبحث عنه زي ما قلنا لو افترضنا ان انت متخصص في ملابس الرجال فبالنظام الليستنج المجاني ما تقدرش تعمل تصنيفات للمنتجات او اقسام لكن في المتجر تقدر تعمل قسم زي ما قلنا للقمصان وقسم اخر للبناطيل وقسم مثلا للأكسيسوريز الخاصة بالرجال وغيرها فلو مشتري بيبحث مثلا عن القمصان او التشيرتات هيدخل على القسم مباشرة بدون ما يتصفح كامل المنتجات اللي موجودة عندك لو انت بتستخدم الخمسين الليستنج المجانية الميزة الرابعة هي امكانية عمل عروض او تخفضات او اللي بنسميه سيل فالمشتري حيشوف سعرين سعر قديم مشتوب عليه ويكون اغلى نسبيا ويبان كأنك عملت خصم الميزة ديت يا جماعة يعني نفسيا عند المشتريين بتخليه يقبل على الشراء كمان في بعض العروض ممكن بتحددها بوقت ان انت حيحصل سيل لمدة 24 ساعة خاصة من 50% فبنلاقي ان المشتري لما بيشوف الخصمات اللي بالطريقة ديت بيقبل على الشراء ودوت بيزود نسبة المبيعات نيجي للميزة الخامسة وهي امكانية الحصول على المشتركين في متجرك لما بيكون عندك متجر تقدر تحصل على مشتركين يقدروا يتابعوا المنتجات اللي انت بتنزلها اول باول هيوصلهم اميلات بالعروض والمنتجات والتخفضات بالطريقة دي هيكون عندك زباين بصفة دايما ومستمرة وتقدر تزود عدد المشتركين في متجرك من خلال تواصلك الجيد وخدمة العملاء الجيدة المشتريين هيحبوا يشتروا منك وحيكسبوا ثقتك وحيكسبوا ثقت المتجر بتاعك لان بطبيعة البشر ما بنحبش نجرب نشتري من اماكن جديدة مفيش تجربة لنا معاها على العكس المشتري بياخد قرار الشراء بسهولة وسرعة مع المتاجر اللي سبق وتعامل معها وكان تجربة التعامل دي تجربة بالنسبة له كانت جيدة ونجحة الميزة السادسة وهي امكانية انك تأخذ اجازة من العمل في اي باي بضغطة زر يعني من خلال انك تخرج المتجر بتاعك فاكيشن او اجازة جميع المنتجات بتاعتك بتكون ظهر للمشتريين ان المشتري دوت يعني مش هيقدر يقوم بشحن المنتجات في خلال فترة الاجازة اللي انت بتحددها وبتكون كمان ما انتش مضطر ان انت تمسح جميع الليستنج او ان انت تعدل على الكوانتيتي بتاعتها تخليها صفر مثلا مجرد بس انت بتخلي المتجر على خاصية الاجازة بتفضل جميع المنتجات موجودة في متجرك لكن محدش يقدر يشتريها اما لو انت بتستخدم الليستنج المجانية فانت هتضطر تحذف جميع المنتجات او ان انت تعدل على الكوانتيتي عندك وتخليها زيرو طيب على فرض مثلا انت خلاص حبيت ترجع للعمل تاني وانت عندك استور برضو بضغط زر تانية ترجع منتجاتك تظهر في محرك البحث والمشتريين يقدروا يخشوا يشتروا منتجاتك بصورة طبيعية جدا فالمتجر هنا بيوفر علي الجهد والتعب في ان انا كل شوية انشر منتجات لا بيخلي شغلك بسيط بيخلي شغلك فيه اريحية اكتر الميزة السابعة امكانية عمل برموتينج لستنج البرموتينج لستنج هو انك بتعمل اعلان للمنتجات بتاعتك في اي باي مقابل نسبة انت بتحددها في حالة جتلك مبيعات من المنتجات اللي عليها برموتينج لستنج او اعلانات ودي المنتجات اللي بنلاقي جنبها كلمة سبونسر هتلاقي دايما انها بتكون موجودة في نتائج البحث وبتسبق المنتجات اللي هي طريقة النشر بتاعتها مجانية يبقى البرموتينج لستنج دوت بيديك ميزة ان انت تحط المنتج بتاعك في اماكن ظهور احسن في اي باي بالتالي نسبة ظهور المنتج هتكون افضل بالتالي هتكون فرص الشراء اكبر مقابل البرموتينج لستنج دوت انت بتحدد نسبة اللي هتحصل عليها اي باي يعني مثلا انت عايز تعمل برموتينج لستنج بواحد في المية من ثمن المنتج فلو جتلك مبيع على المنتج دوت اي باي هتاخد واحد في المية مقابل الاعلان اللي هي عملته لك وحققت من خلاله مبيعا الميزة التمنى هي رسوم اقل او اقتطاعات اقل بمعنى انه لما تكون مشترك في متجر بتقل نسبة اقتطاعات اي باي بس الميزة دي مش متوفرة في المتجر الستارتر لكن متوفرة في باقي المتاجر وبتقل نسبة اي باي كل مكان المتجر اكبر كمان النسب دي بتختلف من كاتيجوري للتاني بالتالي الميزة دي هتديلك تنافسية اكبر وتقدر تنزل في الاسعار عن المنافسين بتوعك عشان خاطر تظهر في محرك البحث في الصفحات الاولى بالتالي كمان كده مش هيأثر على هامش ربحك تعالوا بقى نتعرف على خطط الاسعار في اه المتاجر الخاصة باي باي وكيفية الاشتراك فيها هنروح لي ماي اي باي وهنختار منها سيلنج بعد كده بختار منها بعد كده بختار ماركتنج بعد كده بختار منها براندي هنا زي ما احنا شايفين هنا دي خطط الاسعار او المتاجر المختلفة اللي بتقدمها اي باي يمكن مؤخرا اتغيرت الاسعار بتاعت المتاجر اي باي كان الاول عندهم اه تلت خطط فقط اه دلوقتي هم اضافوا اه الستارتر دوت عشان المبتدئين وفي عندنا هنا طريقتين دفع لو انت هتدفع سنويا فانت هتحصل على المتاجر باربعة او بخمسة دولار تقريبا يعني فالسعر اللي احنا شايفينه دوت اللي فوق هو السعر لو انت هتدفع هو هتشترك في المتاجر سنويا اما لو انت هتشترك شهر واحد فقط بس فانت هتدفع المبلغ اللي هو تحت هنا تمانية دولار وهنا المتجر البيزيك في السنوي هتدفع واحد اتنين وعشرين دولار ولو هتشترك شهر واحد فقط هتدفع تمانية وعشرين دولار نفس الشيء في باقي المتاجر طيب طبعا اكيد فيه فروقات بين المتاجر المختلفة الفروقات بنلاحظها فين بنلاحظها في عدد الليستنج اللي بيدها لنا اه كل متجر بيدين عدد مجاني مختلف اي ما احنا شايفين هنا بعمل لنا مقارنة بين بتاعت اي باي هنا بيقول لي اه لو انت هتشترك اشتراك سنوي فانت هتدفع المبالغ دي اما لو انت هتشترك اشتراك شهري فقط يعني هتشترك شهر واحد فقط فانت هتدفع المبالغ اللي قصادها هنا هنا هيجي كلمنا عن الفيز او الرسوم هنا المتجر بيسمح لك بمية منتج مجاني في الشهر طبعا قلنا عشان تحصل على الميت منتج مجاني لازم تكون انت حصلت على امكانية بيع ميت منتج مجاني يعني ما تجيش تفتح حساب في اي باي وتروح تفتح مباشرة مش هتلاقي عندك ان انت تحط ميت منتج لازم تزود الميت الاول وبعدها تفتح متجر فانت لو الليمت بتاعك وصل ميت منتج تقدر تفتح المتجر اللي هو الستارتر المتجر التاني اللي هو البازيك بيسمح لك انك تنشر متين وخمسين منتج انت بقى حر تحط المتين وخمسين منتج دول فكس برايس او 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 كشن او زي ما انت بتحب المتجر اللي بعده بيسمح لك بعشر تلاف منتج مجاني طبعا انت لما تيجي تحسب عدد المنتجات ديت هتلاقي ان المتجر بيوفر عليك اكتر من ان ان انت تنشر السلع وتدفع على كل السلعة تلاتين سنت هنا برضو كاتب لك الفري اوكشن المنتجات اللي انت هتنشرها كمزاد هنا بيقول لك المنتج اي منتج هتنزله اضافي هيكون تمن وتلاتين سنت طبعا هنا بيقل بيبقى خمسة وعشرين سنت يعني بعد المية هيبقى اي منتج بتلاتين سنت هنا بعد المتين وخمسين هيبقى بخمسة وعشرين سنت هنا اي منتج بعد الالف دوت هيبقى بعشر سنت زي ما احنا شايفين هنا ديت طبعا معلومات عن كل متجر انت هنا بقى بتختار المتجر المناسب ليك وبتشترك فيه فانت لو اخترت مسلا عايز تخش على المتجر الستارتر وتشترك فيه بتستخدار select and review هنا بيطلب منك ان انت هتدفع بقى سنويا ولا هتدفع اه في اشتراك شهر واحد فقط انت لو اشتركت سنويا يبقى انت لازم تكمل السنة طب فرضا انت مش عايز تكمل السنة يبقى هتفرض عليك غرامة ان انت ما كملتش الاشتراك الشهري فالافضل انت لو متأكد ان انت هتشترك وتكمل اه في المتجر دوت لمدة سنة وحيكون مناسب ليك ومناسب استخدامك اشترك اشتراك لمدة سنة اما لو انت شايف ان انت بتعمل للشغل بتاعك او بتوسع وان المتجر دوت هيكون مرحلة ان انت تنتقل الى المتجر الاعلى فيفضل ان انت تختار الاختيار التاني اللي هو الاشتراك شهر واحد فقط طبعا بيحصل منك اه رسوم المتجر في نهاية الشهر هنا بتدخل اسم المتجر اللي انت عايز اه تكتبه او البراند الخاصة بيه وبعد كده بتضغط على كده اتمنى يكون الرسالة واضحة او طريقة الاشتراك في متجر على اي باي واضحة ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشترك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد شكرا لحضراتكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته